صاحب السمو الأمير الوالد الله يحفظه في قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني الله يحفظه حقيقة هذا الرجل أنا ما أقدر أنسى جماله في أمور كثيرة وفي مواقف كثيرة يمكن هو السبب لأن أعطاني تفرغ فني كنت أنا مراقب للسينما في تلفزيون قطر وتلقيت بدعوة كريمة من الحقيقة وقال لي يا علي أنت لاسمت تفضل للفن وكأنك على رأس عملك راتبك يمشي لإجازاتك وكل شيء لكن تفرغ للمجال الفني وقال لي كلمة إلى اليوم مثل على قولة العيازة حطها الترشية في إذنيني قال لي اتحمل حتى لو اشتغلت في الأمور التجارية لازم تكون محصور أنت في الإعلام ومحصور في الأمور الفنية صحيح وبالتالي هاي الوصية أنا من يومها دائما ناس قالوا أنت رجل الأعمال وأنت معرف إيش وإيش وإيش هذا كله كلام طبعا أنا عمري ما دخلت ولا زحمت رجال الأعمال في تجارة غير تجارتي صحيح